هقولك فسرلي بس على الأقل قولي ده معناه هي أنه دون أي توقع تحدث هذه الحزمة من الإجراءات في ظل أنه من الوارد جدا كان ممكن يعدي النهاردة من غير ما تتعمل الإجراءات ولا ملامة على الإطلاق صحيح صحيح ما هو اللي بيحصل أن الدولة عندها استراتيجية تتعمل كان زمان يوسف يعني أنا بس مش هتكلم عن الإفاد بس كان زمان كان الدولة بتتعمل أو الحكومات رد فعل عمرها ما كان عندها تخطيط مستقبلي أنت الآن عندك قطة استراتيجية عندك قطة قومية عندك أنت بتستبقى لفعل عندك تقديرات موقف طول الوقت أنت عارب بتعملي أنت عايز تفهمني أو حدي فهمني أن قرار جادة البنزيم مبارح اللي حصل مبارح ده كل ده متخطط والقرارات المرضى متخططة كل ده متخطط طبعا لا أيه كل ده متخطط كان زمان كده الأول كان تكبر الحكومة أو تكبر وزارة البترول على جادة الأسعار أنا فكر زمان لما كان يحصل زادة الأسعار كان تاني يوم تاني يوم تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح المكربازات المشهور أبو جنيه يخلوه بربعة جنيه على طول ولا في شرطة ولا في حكومة ولا في محليات ولا في أي حاجة والناس تقعوا تجري ورا العربيات وتقعوا حصل الهرج ومرج وأزمة ويبقى بربعة جنيه في الآخر برضا برضو المكرباز برضو يقعوني بربعة جنيه أنت دلوقتي لا أنت محدد أنت بتستثن سلار تخطط تخطيط جيد وعارفها بتعمل إيه وإمتى وفين أنا بقول لحركة أنت مثلا أنا أقول لك النهاردة مثلا أنت عندك بتتكلم أنت عندك 30 مدينة جديدة تقريبا نصهم في الصعيد تقريبا نصهم في الصعيد الصعيد لوحده صرف 3 تلليون جنيه طبعا زكاية المينيا بس 143 مليار مثلا محافظة واحدة 3 تلليون في الصعيد 3 تلليون ده ما حصلش بكده لم يحدث من قبل لم يحدث أنت بتتكلم حتى الناس يقول لك أنت عندك حوالي 6 مليون بيأخذوا معاش وكرمه 6 مليون اللي بيكلمك وقول لك الدعم من شهاله والدعم مش عارفه الجمعة الأقصاديين اللي هم يعني يعني ربنا يصلح لهم يعني يقول لك الدعم واصوه عرأس مالي وهو مش عارف إيه لا أنت شوهات بس هات معاشها 6 مليون عندك زيادة في المعاشات كم زيادة في المعاشات حصلت في 8 سنين كم مرة شوفك أنا معرفش كم مرة إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا زيادة والسنة دي زيادة مرة 13% بتاعت السنة اللي فاتت لو تفتكر والمرة دي 15% طيب انت بتتكلم كم زيادة في المعاشات انت عافز زيادة المعاشات كم مليون مواطن 11 مليون مواطن شوف زيادة كم انت لو زود 10 هنيه شوف بيعمل مليارات طبعا انت بتتكلم بزيادة أجور 8 مرات 8 مرات زيادة 8 أجور زيادة الأجور انت كان بدأ حد الأدن أجور وكان حلم أنا فاكر مرة مش فاكر مين لما خلق 1200 جنيه كانت يعني تدوني يعني طب حد يرد علي يقولي طب ما الأسعار زادت ومش عارفه يا مولانا طب ما احنا كنا عايشين وبنشتغل في 2010 وكنا من ضمن مطالباتنا عايزين حد 2000 جنيه كان حلم بقى ثلاث أضعاف انت بتتكلم في 3500 جنيه هتقولي طب هترد علي يقولي بص الحاجات زادت ومش عارفه وكام دي كله طب ما ده دور الدولة وطول وقت هو ما سبكش على فكرة ما سبكش رغم من الأزمات دي عالمية على الكل طب نبص على الدول الأوروبية اللي بحصل فيها حد عنده شبكة حمازي كده ده مصر توازي ست دول أوروبية يا صديق يوسف احنا مش بنعظم في المسألة بقدر بنقول للناس انه يعني ان الدولة مجتهدة بتبني عصر نهضة انت على عتاب عصر نهضة انت الآن دلوقتي بتعمل ايه انت عندك 23 مليون بطاق التموين الـ 74 مليون مواطن 250 مليون رغيف في اليوم 64 مليون مواطن شبكة يتوسعة من الحمازة يتعلق لدولة عددها سكانها 110 مليون مرتبات 5 مليون انت بتكلم على دولة عددها ضخمة جدا انت قادت على 400 منطقة عشوائية انت مصر ودعت العشوائيات انا بقول لك هو مصر بتدخل عصر النهضة في الترتيب في الملية التحتية بالمناسبة على فكرة انا دايما اقول انه الملية التحتية اللي بعملها الرئيس السيسي لو كانت اتعاملت مهاربعين سنة لو احنا مدخلناش اربع حروب مصر في تلت حاجات تلت حاجات الحروب اللي خادتها الزيادة السكانية وحاجة تاني مش هنفعها حاجة تلت الحروب اللي خدناها اثرت على مصر هاتلي دولة حربة خمسة حروب في 30 و 40 سنة طب انا هستأذنك انا بقى ايه هروح مزايد عليك بقى هاتلي دولة في وسط ما هي بتحارب بتعمل تنمية بتبني وعلى فكرة انا قفت عند الجملة الالهر على الرئيس السيسية انه كان ممكن هو يقف وعلى فكرة ده حصل في التسعيناه على فكرة ده حصل انه كانت الحرب على الالهر لا صوته يعلق فوق الحرب على الارهاب وقد حرب مش هارسة بس طبعا مش هاشرس من دي انت لو اضفت 80 دول حرب على الارهاب 80 حرب على الارهاب اضفتهم من الحرب الحروب الخمسة او الستة اللي خدناهم انت بتتكلم في 3200 شهيد بتكلم في 12 ألف مصاب ده رقب رسمي 3200 شيئ انت الأمريكان دخلوا العراق وطبعا ضمروها يعني عادوا كم سنة 5000 قتيل جندي أمريكي 5000 جندي أمريكي انت بتكلم في حرب 8 سنين وإحنا قلبنا مع العراق نفسينا تقوم على رجلها تاني نفسينا 3200 شيئ حرب شرسة حرب باشة على الارهاب انت كنت بتعمل ده وفي نفس الوقت بتبن أنا واقف عند النظرية قلتها لك انه اللي بحصل ان المكون الاستراتيجي لمصر دلوقتي انت بتشوف مصر بشكل مختلف تماما عندك دولة بتفكر تخطط ده ما كانتش بحصل على الفكرة ما كانتش بحصل أنا بقولك على قلل 60-70 سنة الأخيرة وإلا ما كانتش ده حصل طبعا بعد الثورة 52 ما كانتش في تقطيط لأن الدولة دقلت في مشاكل وحروب كبيرة 67 و56 وخلق اقتصاد حرب دايما نقول للرئيس السيسي نجي بعد الرئيس السادات كالوضو دايما نقول للرئيس السادات دايما نقول للرئيس السادات